اشتركوا في القناة شعر بكر بلال هو مؤلف نصوص غنائية معتمد لدى اتحاد الإزاعة والتلفزيون عضو المنظمة العربية الدولية لفض المنازعات مستشار إعلامي لدى الهيئة الإعلامية للإعلامين العرب مؤسس دوان اعتراف مؤلف دوان اعتراف صحفي بجريدة حقوق الإنسان أهلا بحضرتك أخناني أهلا بحضرتك أخناني في البداية عرفنا بشعر بكر بلال طبعا كل شاعر بيبقى له نقطة بدأ منها عايزين نعرف النقطة دي بتأثر في بداية حياة ومتغيرات حياة عرفنا بنفسك الأول بسم الله الرحمن الرحيم في البداية بشكر حضرتك وبشكر أسرة البرنامج على استضافتي أحب أعرف الناس الأول باسمي اسمي بكر محمد عبد الحالين بلال موليد شهر مارس سنة 1979 من قارج شركة الاتحاد التابعة لمركز دلانجات محافظة البحيرة بداية كتباتي في الشعر لما كنت في الفترة الابتدائية وكنت بدرس في المدرسة بدأت إزاي كنت دايما من صاحب والدي في المناسبات الدينية والحمد لله من هنا طبعا بدأت النغمة الموسيقية وخصوصا لما كنت دايما بحب أقف مع المشهدين وحب دايما أن أردت كلامهم وحفظ طريقة كلمتهم فبدأت النغمة الموسيقية من هنا أنها تردد في أذن ومن ذلك المنطلق بدأت أتعلم فن الكتابة وكان بدرس لوقتها في الابتدائي في مدرسة الجديل سعيد توفيقا على ما تذكر يعني وفعلا حط قواعد اللغة العربية في أذن وضعني على أول الطريق في اللغة العربية ومن هذا المنطلق برضو بشكر الشعر الكبير الأستاذ رضا توفيق وكان ولقى في ذلك الفترة بشعر الريف هو من وضع قدمي على أول طريق في الكتابة بس طيب عايزين نتكلم عن كتابة الشعر في ناس قالت إن الشعر ده بيبقى موهبة وفي ناس بتقول إن هو اكتساب عايزين بقى أن نتكلم عن الشعر عندك بدأ إزاي في البداية الأول هو الشعر مش إنك إنتك تكتب الشعر وخلاص هو مش كلام مرصوص ومدام أنت عندك الموهبة ينقصها الدراسة ما ينفعش تكون عندك الموهبة الوحدها دون الدراسة لازم يكون انت عندك الاتنين يعني الدراسة من غير موهبة ما تفعش تكتب الشعر الموهبة من غير الدراسة ما ينفعش تكتب الشعر فانت عندك الدراسة بتكمل الموهبة اللي عندك عشان تبدأت تكلمي في المنطلق ده ولكن بالقراءة وبالفهم ودايما انك انت تحضري مثلا الامسائيات وبقصوص البرنامج حضرتك هتكلم عن قصور الثقافة ليها دور كبير في الكتابة فعندك الموهبة وعايز الدراسة لازم تروح قصور الثقافة نصيحة لكل من هو عنده موهبة الكتابة انه يذهب لقصور الثقافة ويحضر ان الامسيات مع كبار الشعراء هيطلع منهم بنتيجة طب عايزين نتكلم عن اتجاهات الشعر والاتجاه اللي اخترته وان انت تسير عن النهج بتاع وتكتب زي انا في بدايتي كنت بنكتب شعر باللغة الفصحة من بعدها طبعا كنت كل القصيدة بنكتبها بنروح نوريها لأستاذ اللغة العربية والشعر اللي ورطيك حضرك عليها لأستاذ رضا توفيق بس فيما بعد بدأت نكتب شعر عامية كتبت شعر عامية ياما الحمد لله وفي الآخر لقيت نفسي في الشعر الغنائي يعني لقيت حياتي كلها في الشعر الغنائي انا موهبتي في كده مجالي في الشعر الغنائي والحمد لله بداية تكتب شعر الغنائي والنتيجة الحمد لله اعتمدت في التلفزيون طب نسمع حاجة بقى من كتباتك عايزين بقى من ما فيش مشكلة هنسمعك حاجة بس هي شعر بالعامية في البداية طبعا القصيدة بتتكلم عن أم الشهيد وان هي ازاي استقبلت خبر موت ابنها فكان صعب بالنسبة لها القصيدة بعنوان ابن موت احكي للعالم يا بلدي واكتبي اسمه في دفاترك احكي للعالم يا بلدي واكتبي اسمه في دفاترك بس اوعي مرة تنسي اللي ضح لجل خاطرك اللي ضح بعمر كله لجل انه يموت فداكي لما قال الله اكبر صيحته هزت سماكي ولا كانش همه وسط رصاصة من بعيد زي ما يكون جلبه حاسس النهاردة يموت شهيد بس حاسس يا ولدي اني جلبي متوغوش عليه جلبي بيقول للنهاردة انها ترحم عليه بس حاسس يا ولدي اني جلبي متوغوش عليه جلبي بيقول للنبادي انها ترحم عليه دمعتك يا خلتي وعرة دمعتك يا خلتي وعرة نار بتحرج على الخدود اترحمي يا خلتي ودعي اترحمي يا خلتي ودعي ما تشاهد وسط الجنود على الحدود كل حبة راملة عرفة أنه شهيد على الحدود ابنك يا حاجة النهاردة عنده عيد لا ما تقولش مات دانا كنت لسه مجاهزة حبة حاجات وضبت قوته وفرشته رتيبت قوته وفرشته وكانت معايا عمته أم البناب ابنك يا خالتي زفيته فوق في السماء ابنك يا خالتي زفيته فوق في السماء نال الشهادة والفرق جسمه ونصيب الموت جدارنا الموت جدارنا ودي حاجات متجسمة مكتوب علينا الجريب والغريب يا حرج جالبي يا ضنايا على فراجك أنا إيه يعوضني يا ولدي عن غيابك عشتي بطل مطي بطل ولا حد عابك كفاية علي يا ضنايا النسي يقوله أمو الشهيد كفاية علي يا ضنايا النسي يقوله أمو الشهيد ضحب حياته لجل وطنه لجلي يطلع جل جديد جلي دافع عن حدوده وعن كرمته مهما كان جلي ضحب عمره لجلي يبدينا الأمان يا غض بطارك يا بطل يا غض بطارك يا بطل من أي خايم أو جبان ما أنا كنت عارفة يا ولدي إنه ابن موت أنا كنت عارفة يا ولدي إنه ابن موت أنا كنت عارفة يا ولدي إنه ابن موت شفت في منامي زفته جوة تابوت شفت لابس بدلة بيضة وشه أبيض قنمنور زي نور الشمس لما تنكسب نور البيوت زي نور البدري لما تنكسب نور البيوت شكرا ساعتها بس عرفت انه ابن موت رحم الله شهدائنا عايزين بقى نتكلم على هنا بقى بيستطيع الشعر التأثير على كل فرد في المجتمع وعايزين نتكلم عن المعايير المؤثرة في الشعر من وجهة مظرات هو عمتا كتابة الشعر بيبقى شيء متأثر فيه بتأثر بالمؤلف وبناء على الموقف ذات النفس انا ممكن ان تكون ماشي في الشارع اتأثر بموقف اكتب عنه ممكن يكون موقف معجبنيش اكتب عنه عادي هي هنا بس بتظهر نغمة الشعر الشعر الموسيقية بالوصول بالفكرة للمجتمع ليس اكثر ولا اقل تمام عايزين نتكلم عن مواضيع القصائد اللي مألفها في كتاب اعتراف هو اكتب اعتراف ضامم حكتين شعر عمية وشعر غنائي تمام انا القصيد دوان اعتراف الحمد لله تم طبعه وتم توزيعه وهو موجود معي واستاذين بس حضرتك ده هدية للبرنامج شكرا تمام فالكتاب بتاعتراف الحمد لله ضامم فيه باللغة القصائد باللغة العامية وقصائد الحمد لله قصائد غنائية بس فهو طبعا متنول بقى كل حاجة عن المجتمع بالنسبة عن البلد وعن السياسة وعن الرومانسية وعن كل حاجة الحمد لله كتبها في الدوان طيب مواضيع القصائد بقى فرضت نفسها عليك ولا انت بقى اللي كنت بتبحث عنها والله انا لسه اقل حضرتك هو الموضوع اللي بيفرض نفسه على المؤلف يعني انا تأثرت بموقف معين تلقاء نفسي بكتب عنه يعني مش محتاجة بس ان هو الموضوع اللي بتلقى لما بماشي في مكان او في موقف معين بتأثر فيه لازم فيه مشاعر جوية بتتحرك بكتب عن الموضوع ده وخصوصا بيبقى فيه تعبير ادقي كمان واحسن في المعنى في الموضوع اللي انا هكتب عنه طيب عايزين بقى نسمع قصيدة تانية من قصايد الدوان من قصايد الدوان الاعتراف الدوان فيه قصيدة بتقول بتحبني بتحبني لما انجرح قلبك وداب واخدت ايه من بعد عنك غير عذاب مش قلتلي بتحنيلي وانك يا روحي رجعتلي طب روحتي فين ويه اللي جابك لما ضيعت الحنين حسيت بمين ودعتني وهانت عليك عشر السنين مش قلتلك قلبي اللي حبك كان زمان بيحنيلك ورسمتلك وبعدتلك بليون رسالة بخط ايدي كتبتلك له بعد ما ودعتني راجع ويناء وتهديني خليك هناك قلبي نساك ولا حاجة فيك بتشديني بتحبني ولا نستني وبعتني بتحبني تبلوشاريني وديني جميلة نتمنى لك مستقبل باهر ان شاء الله عايزين نتكلم بقى عن نظرتك الحالية المستقبلية للساحة الشعرية وعايزين نصيحة بقى للمبتدئين في الاول فيه ناس بقى بتكتب اشعار او بتقول اشعار وكبداية لها فيه ناس بتهدمها فيه ناس بتحبطها فيه ناس بتتريق عليها يبقى نصيحتك لهم ايه هنا بقى هو عمتا لازم كل حاجة ولا حاجة اي واحد الناس فيه ناس بشكل الناس فيه ناس بتشوف اللي ناجح قدامها ان هو مش احسن منها عشان ينجح ورغم ذلك انها بتحبطه حتى بالكلمات السلبية فده بيرجع للمؤلف ان هو ازاي يستمر وان هو يقاوم النازدية ولا يشغل باله بكلام الناس تمام لان الواحد بيقابل ياما اوي الليقولك اه قويس انت مية مية والليقولك يا عم انت فاضي يا عم انت مش عارف ايه يعني هو الكلام ببوكة العيش فهناك طفل ضع حزاءه في البحر فكتب على الشاطئ هذا الشاطئ هذا البحر لس وهناك صياد استاد من البحر الكسير فكتب على الشاطئ هذا الشاطئ هذا البحر كريم وهناك ايضا غطاس اخذ من البحر الكسير من المرجام فكتب على الشاطئ هذا البحر غني وايضا شاب غرق في البحر فكتبت امه على الشاطئ هذا البحر قاتل ثم جاء الموج الموج جاء بقى مسح كل ما كتب فجاء الموج فمسح كل ما كتب واستمرت الحياة لا تشغل بالك بما يقولها الناس كل إنسان بيقول بما في ذهنه إذا أردت النجاح أغلق أذنك إذا أردت النجاح أغلق أذنك وسر في طريقك إذا أردت النجاح أغلق أذنك وسر في طريقك فالجمال يلفت الأنظار والطيبة تلفت القلوب والأخلاق تزد العقول باختصار كن إنسانا يحترمك الجميع تبعيزين بقى قصيدة نرد على الناس دي بقى بيها من كتاباتك أنا هقول قصيدة وخلاص مش شرط يعني إيه لأنه هو الكلام بيبقى أياما تمام يا هوى مكتوب علينا إننا ندوء الحنين يا هوى مكتوب علينا إننا ندوء الحنين نرسم الفرحة في عينينا وإحنا جوانا الأنين واللي قال على الحب شاطر بكرة يغضو للمخاطر يا ما قلنا في خواطر لما كنا فرحانين يا هوى مكتوب علينا إننا ندوء الحنين لما حبينا ودبنا لما حبينا ودبنا والهواسة كان قلوبنا إحنا دبنا أي ودبنا بس حبينا بقلوبنا وكنا رمز المغرمين يا هوا مكتب علينا إننا ندوء الحنين كنا طيلين السماء من غير جناح كنا طيلين السماء من غير جناح عشنا أيام الهنى وسط الجراح بس راح الحب راح سب في قلبي متبراح واللي ينسان النهاردة بكرة يتملنا السماح لما تنزل من عيونه دمعكتنا هالسنين يا هوا مكتب علينا إننا ندوء الحنين نرسم الفرحة في عيننا وإحنا جوانا الآن عايزين بقى نتكلم هنا بقى أنت شايف أن مواهبك بتخدم بعضها إن كانت إجابتك أيوة يبقى عايزين بقى نعرف إزاي هي بالنسبة للمواهب اللي بتخدم بعضها هو المؤلف لازم يكون عنده نغمة موسيقية عالية وإن هو لازم يكون ماشي باللاح بمعنى إن المؤلف يلحن القصيدة قبل الملحن المؤلف يلحن القصيدة قبل الملحن لأنه هو المؤلف اللي بيوضع نغمة موسيقية ماشي للقصيدة فأصبح إن أنت عندك هويتك إنك تكتبي ماشي القصة مش إنك تكتبي وترس كلامه وراء بعد وقلص يبقى دي قصيدة لأ ده في ضوابط وأوزان لها لازم الواحد يكون ماشي عليها ولكن أنت الموهبة موهبة التلحين تخدمك في موهبة الكتابة في ناس الحياة بتأثر عليهم فبتضطرر يخليهم يطلعوا الكابت اللي جواهم عن طريق الكتابات ده شيء أكيد دي بقى بتبقى موهبة ولا دي بقى حد حابب إنه هو يكتب هنا بتفرق بقى لأ هو بصي هو ليس أقولك ألا حاجة هو الموهبة عمتا بتجي للبناء آدم ده حاجة مع انضربناه صحوة تعالى ولأني ديسة زي ما بيقولك إنه هو لما بتأثر بموقف معين فبيكتب عليه لإنه هو الموقف ده بيأثر على الشاعر في الكتابة فهو لازم يكتب فيها حاجات من جوا بتطلع خارج عن إرادته إنه بيكتب عنها ده شيء يعني خارج عن إرادته خالص ولذلك بتطلع بصورة الحمد لله مبيزة بس هي بنسبة 90% بتبقى هي العمل الأساسي اللي هو بيأثر على الإنسان بيخليه غصب عنه إنه هو يطلع الكابت ده ويكتب بقى أو كده أيها طبعا ما عنده حضارك الحق لسه بقوله حضارك الكلام ده إنه هو لازم يكون عامل أساسي في الموقف ذات نفسه علشان المؤلف يكتب عنه وهو إيه اللي بأثر في المؤلف تمام؟ أو الكاتب إن حاجة معينة أكثرت فيه فلذلك بتطلع القصيدة بشكل مميز وحتى بوسط للناس فهمها مش شرط إنه واحد يكتبه رسالكلام وخلاص طبعا إنت ما كتبتش أشعار فقط إنت كتبت كمان مصوص غنائية صحي الكلام ده طيب عايزين الفرق بين كتابة الشعر والغنائي وشعر العاملية هنا بقى بتختلف بيبقى لها فرق عايزين عرب بقى الفرق بصي هو الشعر الغنائي ليه؟ ضوابط لازم إن واحد يكون ماشي عليها فيه قوانين ليه مش أي حد يكتبه خلاص إنه كتب فينا وقالك لا ده أنا شاعر لقد أنت لازم تكون الأول دارس إن أنت إيه موضوع الشعر ده وإيه الفرق بين الشعر الغنائي وإيه الفرق بين الشعر العاملية الشعر الغنائي ليه عدة قواعد وأوزان لازم الواحد يمشي عليها ومش شرط تكون الفكرة جديدة يعني أنا عن نفسي ممكن نكتب عن حاجة كذا واحد كذا مؤلف كتب عنها بس تكون بصيغة مميزة مش شرط إن أنا أكتب بصيغة واحد معين بس تكون بصيغة بتاعت جديدة ولكن اللي اختلف في الشعر العامي إنه هو مش مرتبط بوزن وقافي يعني أنت بتكتب أه عادي خلاص مش مشكلة إنه هو كلام يعني له نغة موسيقية واصل للمستمع بحاجة نظيفة بخلاص بس مش ربطاك الوزن والقافية ولكن ربطك حاجة فيه اللي هو الفكرة لازم تكون الفكرة في الشعر العامية لازم تكون الفكرة جديدة بس الاتجاه المتجه اللي في كتابة أشعارك اللي هو الشعر الأغنية صاح اللي هو شعر الأغنية عايزين بقى نتكلم عن المكونات الأساسية في شعر الأغنية المكونات الأساسية في شعر الأغنية في الأول الشعر الغنائي مثله مثل أي نوع آخر من الشعر لابد وأن تتملكه أو يتم يعني القوانين ده كلها لازم فيه قانون يضبطه يتم على ضبطه وتهزيبه مما يؤدي إلى معرفة المستمع على ما تتكلم الأغنية وعن مدى قوتها أو ضعفها يتكون الشعر الغنائي من ثلاث أرقان رئيسية وهي في الأول المذهب ثم السينيو ثم الكبلي عندما نتحدث عن المذهب فهو موضوع الأغنية المذهب هو موضوع الأغنية وهو الذي يمكن من خلاله معرفة المستمع عما تتكلم تلك الأغنية والمذهب يتكون من عدة شطرات تنتهي جميعها بقافية واحدة وقد تختلف أحياناً لقافية ولكن بوزن يحفظ لها موسيقاها ده بالنسبة للمذهب نجو الرقم اتنين اللي هو السينيو اللي هو في نص الأغنية السينيو يأتي دائماً بعد المذهب السينيو هو الذي يأتي دائماً بعد المذهب ويتم تكراره على مدى الأغنية فيعلق بأذن المستمع السينيو بيبعد المذهب ويتم تكراره على مدى الأغنية فبيعلق في أذن المستمع ماشي وبوصل للمستمع فكرة الأغنية تلاتة الكوبليه معلش أن أسف لشان دي تلت رقم من أركان الأغنية ودي الشيء المهم في الأغنية تمام؟ بالنسبة للكوبليه وهو يحمل نص الأغنية الكوبليه وهو يحمل نص الأغنية ويتحدث أيضاً عن فكرتها ومش شرط أن تكون الأغنية فيها كهزة كوبليه ولكن الشرط الأساسي أن تكون الكوبليه متعدد بالنسبة للمذهب فهو متوحد والسينيو متكرر ماشي والكوبليه متعدد يعني ممكن بمعنى تكون الأغنية فيها أكتر من كوبليه ولكن مش شرط أن هم يكونوا بوزن واحد ولا قافية واحدة ولا عدد شطرة واحدة عايزينك تخطن معنا حلقتنا بقى بيت شعر كده يكون أثر بقى في حياتك والله أنا هقول كلمتين مختصرين هو الوقت سراء نعم ما تنسى ما تكلمتي بس يعني بس يعني إن شاء الله يكون لك حلقات معنا إن شاء الله بإذن الله باب الحب ده كنا نتعاتب وننسى لما نتقابل زمان كنا زي الطربي يفرح لما بيه غير مكان إنت قلبك لسه شاري ولا ناوي بزيب مراري قلبي حبك باختياري ولسه ما فتش الأوان يا ما جمنا العواطف بالمشاعر والعتاب كنت تبعد مهما تبعد بس ترجع من غياب هو لونك نفسلوني ولا خابت فكزونوني ده أنت لو تطلب عيوني يخدها لك من غير حساب قلت أبعد عن جمالك بس قلبي قال لي لأ واشتكت له من دلالك قال لي اسكت عنده حق فيها إهلة وغب شوية خلي عندك إمسانية بكرة يرجع نرعينية أصل باب الحب ده من أثر فيك من الشعراء وحبيت تسير على نهر كده بتقصائدك هو السؤال ده حاسس أودي لأنه والله أثر فيه الخال عبد الرحمن الأبنوتي رحمة الله علي أشكر حضرتك إحنا ساعداء بك النهاردة عزيزي المشاهدين زي ما شفتوا حلقتنا معنا النهاردة انتظرونا في حلقات أخرى من برنامج لحظة انتباعك اليوم 22.10.07 شاندام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر